ارجال العراق ارجال العراق قدنا يرفع من قدرهم ارجال العراق ارجال العراق بيسألوا لأخوانهم ولاد غزة ارجال العراق اعطوا مهلة اعطوا مهلة للن بي سي لبكرة تغلق مكاتبها فيه بغداد اغلق قيمة كاتبك فيه بغداد هدول ارجال العراق هدول ابطال العراق هدول الاخوة هدول السند هدول الضهر هدول الرجال العراق بارك الله في اخواتنا في العراق بارك الله في اخواتنا اللي الظاهروا اللي الظاهروا الآن مزهرين بالليل بعتمة الليل مزهرين أمام المكتب مكتب الأم بي سي تعال أعرفكم عشان هو يظلوا يحكم في البلاد السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكريبي بهذا الفيديو إن شاء الله نتكلم عن ما فعلته قناة الأم بي سي والقرار الرسمي الذي خرج بخصوص الموقف نعم الموقف الرسمي بإيقاف هذه القناة قبل أن أنقل لكم الخبر فقط نأخذ الموضوع من ناحية عقلية من ناحية تبين لكم مدى تواطئ هذا الإعلام وهذه القناة تصور اليوم قناة عراقية تنتمي مثلا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعم تنتمي إلى دائرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبث في السعودية مركزين ويا يا إخواني أخواتي وتسي إلى محمد بن سلمان أو تسي إلى أحد السياسين البارزين أو قادة الحكومة هناك أو إلى إسرى الحاكمة وإن كان طفل تصوروا أن هذه قناة إيرانية تذهب إلى السعودية وهناك تبث الإساءة إلى محمد بن سلمان ما هو الموقف ما هو الموقف المباشر بخصوص هذه أو هذه الجزئية أو هذا الموضوع بالتأكيد سيتم غلق إن لم يتم فعل الأمر أو يتم تطبيق أمر خاشق جي كما فعل بخاشق جي سيفعلون نعم مع هذا الذي أساءه بنظرهم إلى محمد بن سلمان فالمسألة واحدة لكن وكأنما يقولون أن العراق ليس له لاهبة ليس له طريقة أو بأخرى كرامة تحفظ دماء شهداء وما يقدر يدافع عن شهداء لأننا السعودية وأحنا 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 فهذه باختصار شديد إساءة إلى شهداء العراق إساءة إلى شهداء الأمة إساءة إلى الشهداء إلى الشهداء الذين دافعوا عن رمز الكرامة في الأمة بشخطة قلم تصفهم بالإرهابيين الآن نستمع إلى أو عفوا نخليكم مع القرار الرسمي اللي نقلت قناة أو نقلت عفوا نقلت مجموعة جدا كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حيث قرر مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يوم السبت إيقاف مكتب قناة أم بي سي عن العمل وأكده البدء بإجراءات سحب الترخيص وذكر بيان لمجلس المفوضين ورد ورد عفوا لوكالة شفق نيوز بالنظر لإنتهى قناة أم بي سي الفضائية للواهل بيث الإعلامي من خلال تجاوزها تجاوزها نعم المتجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخذون معركة الشرف نعم تم إيقاف أو سحب الترخيص الآن وهذا هو القرار إذن أخواني أخواتي صراحة موقف مشرف حتى نبين أن إعلامكم وما تديرونه وما تأتيكم من أموال وما تريدون ترويجه لن يمر على الشرفاء من الشعب العراقي كما لم يمر على كل شريف في هذه الأمة هذه تغطية بسيطة لهذا الخبر اللي للأسف الشديد ما قدرت أنه أغطي لي إن كنت في زيارة سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليك السلام تقبلوا تحياتي وفي أمان